الاكلة دي حلوة جدا تنفع بقى افطار عاشا غدا لوقت الزنقات كده ممكن تعملوها هنعملها مع بعض كده بالبدنجان طعمها تحفة اول حاجة بقى كده انا جبت طاصة حطت فيها كده شوية زيت وبعدا قطحت البدنجان حلقات كده زمانتوا شايفين وحمروا بقى كده من الوشين يعني اول بقى كده لما يحمر على الوش الاولاني ده هقلبوا بقى كده على الوش التاني اكلة بص وطلع طعمها تحفة تطلع معاكو كده شكل البيتزا بالزبط بس دي بقى بيتزا البدنجان دي بقى سريعة كده لما يكونوا مزنقين يعني في اي اكلة ومش عارفين هتعملوا غدا ايه ولا فطار اعملوا بقى الاكلة دي حلوة قوي وبعد كده حطيت شرايح طماطم الاكلات الحلوة والسريعة ديت يعني الواحد بصراحة بيبقى محتاجها وقت ما يكون مش غول بيعملها وبدون بقى يعني ما نعمل طبيق بقى بصالصة وكده فدي اكلات سهلة وبعدها نحطت شطة يعني الشطة اختيارة لو مش بتحبها ما تحطهاش. وهحط بقى كده بصل. وحطت بقى كده رشة من الكمون والفلفل الاسود والملح. وبعد كده هغطى علىها بقى. وهسيبها شوية لحد ما الخضر بتاعي كده يتبل ويستوي. وبعد كده بقى جبت بطين طبعا ممكن تزودوا كمية البيت حسب حجم الجريلة او اتصل اللي عندكو. وبعد كده هغطيتو. لحد ما البيت بدأ يستوي شوية وبعدها نحطت بقى كده جبنا متزرلة على الوش. بكلوا بقى احلى. بتزب تنجانة عملتوها. سهلة وبسيطة. تنفع لكل الاوقات. وطعمها فعلا حلوة قوي لازم تجربوها. شايفين? ما شاء الله طلعت زي البتزب الزبط. ممكن بقى كده تقطعوها. ممكن بقى تكلها بالعيش على طول. دي من الاجالات السريعة اللي انا بحب اعملها لما كن مستعجلة. لو عجبكم بقى الوصفة بتنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتكتبوه هنا تعليق حلو في الكومنتات. يا ربي بقى تكون الوصفة عجبتكم. شايفين ما شاء الله حلوة جدا. اشتركوا في القناة